مع تعقد مفاوضات وقف إطلاق نار في غزة وتعطل صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نقمة داخلية تتفاقم كل يوم هيئة المثل الإسرائيلية أكدت أن مجلس الحرب وجه أصابع الاتهام لنتنياهو بتفرد بقرار تبادل الأسرى بعد سحبه الوفد المفاوض من القاهرة دون إبلاغ الأعضاء وأشارت الهيئة إلى أن الوزيرين بيني جانس وغادي آيزنكوت أو شكا على الاستقالة من مجلس الحرب يوم أمس لكنهما تراجعا عن ذلك